المشكلة بتواجه 90% من منشئ المحتوى على منصة الفيسبوك اللي بيعملوا إعلانات ممولة بنفسهم والمشكلة دي مش في إضافة طريقة الدفع ولا في إنك مش قادر تدفع على منصة الفيسبوك المشكلة دي هي مشكلة تقييد حسابك الإعلاني أو تعطيل حسابك الإعلاني كتير من منشئ المحتوى اللي بيحاولوا يعملوا إعلانات ممولة لنفسهم أحياناً بيدفعوا بفيز بتكون الفيس دي مش ملكي ليهم وأحيانا بيكون البعض الآخر بيدفع بفيزا ولكن للأسف الشديد الفيزا ما بيقدرش بعد كده النواة يجيبها وهي الفيزا الافتراضية وفي البعض الآخر بيدفع عن طريق فوري وبعد كده بيكتشف النوع علي مديونية والمديونية قاعدت فترة طويلة لحد ما الحساب تم تقييده بشكل نهائي وأنا هنا بكلمك عن تعطيل حسابك الإعلاني ولكن بشكل مؤقت في البداية أول ما بيجي لك التعطيل لازم أنت تتعامل معاه بحذر بحيث أن انت تقدر تحل التعطيل ده فقل من ساعتين أنا عايز أقول لك ساعتين إيه نص ساعة تقريبا ربع ساعة هقريك دلوقتي الفرق بين الرسالة اللي أنا بعتها الأولى والفرق بين الرسالة التانية اللي هي بعد فك تقييد حسابي الإعلاني والطريقة دي حصلت معايا أنا شخصيا وأنا جاي أقول لك على التجربة اللي قدت إلى إيقاف حسابي الإعلاني بحيث أن انت كمنشئ محتوى أو كشخص بتستخدم حسابك الإعلاني ما تعملش الغلطة دي أبدا زي ما انت شايف تم تعطيل حسابك الإعلاني لقد قمنا بتعطيل حسابك الإعلاني لحماية معلوماتك الشخصية والمالية لتشغيل الإعلانات مرة أخرى يرجى ملء النموذج تم تعطيل حساب الإعلاني بسبب أن أنا كان علي مديونية بسبب الحملات اللي كنت أعملها الفترة الأخيرة وترتبت علي مديونية ما تمش تزددها لأن فيه لمت في الدفع لمت للدفع الإعلانات ولكن عشان خاطر أقدر أحل المشكلة دي لجأت إلى يوسف وهو المتوحد فكرة أن أنا أقدر أدفع بالفيزا بتاعته عشان خاطر أقدر أحل المشكلة بتاعتي وأقدر أشتغل الإعلانات تاني زي ما أنا لحد ما يتم فك الليمت على الفيزا بحيث أن أنا معطلش ومعطلش منشئين المحتوى معايا ولكن للأسف الشديد مع إداع الفيزا ودفع الدفع الأولى من داخل الفيزا تم تعطيل حسابي الإعلاني وطلب مني هنا طلب مراجعة وبيكون التعطيل ده تعطيل لإثبات المعلومات مش أكتر يعني هنا شركة ميتاب عايزة زي كده إثبات بينك وبين صاحب الحساب أو صاحب الفيزا بحيث أن هي تقدر تتأكد أن أنت مش شخص آآ مثلا سارق الفيزا أو شخص بتستخدم الفيزا بدون علم صاحبها أو الكلام ده كله فزي ما أنت شايف حدد الحساب الإعلاني اللي فيه مشكلة وهنا كانت النتيجة وهنا طبعا ده طلب مراجعة لتقديم الحساب الإعلاني بتاعك إلى المراجعة مرة أخرى واعادة تفعيله مطلوب منك هنا داخل الطلب أول حاجة ارفاق آخر أربع أرقام من طريقة الدفع آخر أربع أرقام كانت متاحة في طريقة الدفع تكتبها داخل الوصف وترفك آخر عمليات تحصيل رسوم حديثة وهي الفلوس اللي أنت دفعتها أو الشيك اللي أنت دفعت به طيب خلينا كده نرجع للحساب بعد أن تم فكه ونشوف النشاط ونشوف آخر دفعة دفعتها بتجيبها بالطريقة دي من خلال نشاط الدفع ودي كانت آخر دفعة تم دفعها تسعمية أربعة وتسعين اتنين وخمسين بتاخد سكرين للصورة دي وبعد كده بترجع تاني على النموذج وهنا بيقولك أي عمليات رسوم يجب أن يستوفع آآ البيانات هذه المطلبات للسماع بمراجعة حسابك طيب أنا مطالب مني هنا أن أنا أعمل كده وأعمل الكلام اللي أنا هتلاقيني سيبهولك في صندوق الوصف طبعا مع اختلاف الأرقام اللي هي بتكون آخر أربع أرقام لقد تم تعطي الحساب الإعلاني ولا أعلم لماذا كان يوكد مديونية على حسابي وقمت بدفعها عن طريق فيزا آخر رقم بها أو آخر أربع أرقام بها هو كذا وكما موضح بالاسكرينات الفيزا وآخر عمليات من عليها أرجو إعادة تفعيل للحساب للأهمية وطبعا بتدوس على كلمة أضافة صور بتبتدي تحط الاسكريين ده مع اسكريين الفيزا وش وظهر وطبعا لو الفيزا أنت عاملها فيزا افتراضية ما بتقدرش تجيب الفيزا وش وظهر عشان خاطر تقدر أن انت تفك الحساب الإعلاني بتاعك فيه ناس بتعمل عايزة تعمل مثلا فيزا عن طريق فيدافون كاش الفيز دي أصلا ما بقيتش تدفع دلوقتي فيه ناس بتعمل فيزا عن طريق بيونير أو آآ باي بيل أو الكلام ده كله الفيز دي آآ هتدفع ولكن الفيز الافتراضية دي ممكن ما تقدرش تجيبها فيما بعد فهتأدي إلى إيقاف حسابك الإعلاني بشكل نهائي وهنا إنت لو كنت قدمت البيانات دي بشكل خاطئ كان هيتم إيقاف حسابك الإعلاني بشكل نهائي وخلينا نشوف بعد مقدمنا النموذج ده كنا مقدمينه الساعة 2 27 دقيقة بالضبط وزي ما انت شايف لقد تم تعطي الحساب الإعلاني ولا أعلم لماذا كان يوجد مديونية على حسابي وقمت بتفع عن طريق فيزا آخر رقم بها كذا وكما وضح بالإسكرينات وابتديت إن أنا أحط له الإسكرينات وابتديت إن أنا أنتظر الرد وزي ما انت شايف الرد كان الساعة 2 38 دقيقة وهنا الرد باللغة الإنجليزية لو جينا ترجمناه زي ما انت شايف كده مرحبا حسام شكرا لتواصلك مع ميتا لقد لاحظنا نشاطا غير عاديا من حسابك وقمنا بتعطي المدفوعاتك موقتا بعد مراجعتنا حسابك قمت بإعادة تنشيط حسابك ومدفوعاتك لذا من المفترض أن تتمكن من عرض الإعلانات ويجراء الدفعات على حسابك من ميتا مرة أخرى يمكن مراجعة طريقة الدفع الحالية الخاصة بك ويبتدي يدخلك على اللينك ده أو يبتدي يديك اللينك ده بحيث إن أنت تقدر تراجع طريقة الدفع الخاصة بك مرة أخرى وبكده يكون قدرت تحل مشكلة تعطيل حسابك الإعلاني مرة أخرى وبكده يكون قدرت إن أنت تعمل إعلانات لأن تعطيل حسابك الإعلاني بيقدي إلى إيقاف عمل الإعلانات بيقدي الى انك ما بيقدرش تعمل اعلانات على الصفحة بتاعتك تماما لان التقييد ده بيخلي الحساب معطل بشكل نهائي. نهاية الفيديو اتمنى لقيت له عجبك الفيديو. ما تنساش اضعنا بلايك واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس اشتركوا لي جديد. استنونا في فيديوهات تاني كتير. لو عندك اي اقتراحات فيديوهات ترجع عندك اي مشكلة سبعنا في التعليق. سلام.